مساجد هدمت وأخرى غتصبت فمنع ذكر الله فيها ومنائر ترتفع في السماء لكنها تشكو عدم رفع الأذان هذا هو حال مساجد أهل السنة التي غتصبت بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 من قبل الميليشيات المتنفذة بأوامر إيرانية وأخرى تحت مرأة ومسمع الحكومات الطائفية التي كانت وما زالت غطاء لتلك الميليشيات منذ عام 2003 تعمل الميليشيات المدعومة من إيران على الاستلاء على أعداد كبيرة من المساجد السنية وخاصة تلك التي تحتوي على عقارات في أماكن مهمة بالعاصمة العراقية بغداد مصدر في الوقف السني أشار إلى أن هناك عمليات لتزوير وثائق الملكية في دوائر التسجيل العقاري لمجموعة من المساجد والجوامع لتحويل ملكيتها إلى الوقف الشيعي بقوة السلاح أو بالرشوة يضم العراق آلاف المساجد التي تعود للوقف السني أو للأهالي إلا أن هذه الأعداد بدأت بالتناقص بشكل كبير منذ عام 2003 فمنها ما تم سلبه أو تدميره بقوة السلاح من قبل ميليشيات مرتبطة بأحزاب حكومية ومنها ما تمت مصادرته بشكل رسمي عبر تشريع قانون يحمل الرقم 19 لسنة 2005 والذي يقضي بتحويل بعض أوقاف السنة إلى الوقف الشيعي مساجد السنة التي اغتصبت تحول معظمها إلى حسينيات أو تم تدميرها أو تحويلها إلى مكبات للنفايات آخر الاعتداءات للاستلاء على الأوقاف السنية ما قام به الوقف الشيعي من وضع اليد على بعض الأوقاف السنية في محافظة نينوى وذلك بمساعدة ودعم الميليشيات بالنسبة إلى ما كان قبل أيام من تجاوزات على أراضي الوقف السني يعني منطقة النبيونس التي هي حاليا موجودة القطعة التي تعود لجامل نبيشيت وهناك حوالي 17 مرقد وإمام تكون عايدة إلى ديوان الوقف السني لم يتوقف الأمر على الاستيلاء على المساجد بل شمل الأوقاف السنية الأخرى ففي عام 2015 أقدمت الميليشيات على إحراق مبنى الاستثمار الخاص بالوقف السني في منطقة العظمية في محاولة لحرق الوثائق والأدلة وسندات الأملاك كل هذه الخطوات تندرج ضمن الخطة العامة التي تقودها إيران عبر ميليشياتها الموالية لها في العراق لتغيير ديمغرافية المناطق السنية وتفريغها من أهلها تجاوزات الميليشيات شملت أيضا ممتلكات وعقارات للمسيحيين حيث تم مصادرة أكثر من 57 ألف عقار من قبل ميليشيات مسلحة وأحزاب سياسية وكان آخرها ما حذر منه مقرر مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم في تصريح الله الشهر الماضي من مغبة هدم كنيسة السريان الكاثوليك وسط العاصمة العراقية بغداد لتحويلها إلى مركز تجاري معتبرا أن تلك الخطوة بمثابة مؤامرة وإساءة لتاريخ العراق